خروج الدم من الفم في المنام له العديد من التفسيرات في حياة الرأي صاحب الحلم وخروج الدم من الفم في المنام من الأمور المزعجة التي قد تسبب القلق والتوتر لمن يراها ورؤية الحلم في منام العزباء له تفسير يختلف عن رؤيته في المنام المتزوجة أو الحامل الحالم إذا رأى في المنام الدم وهو يخرج من فمه فقد يشير الحلم إلى بلاء مهم يتخلص منه الحالم في القريب فإذا كان الدم خارج كثيرا فقد يعني الحلم الدنوب والمعاصي التي يقع فيها الحالم رؤية الفتاة العزباء لحلم خروج الدم من فمها قد يشير إلى مال ورزق تحصل عليه الفتاة في القريب العاجل وتحسن أحوالها المادية وقد يشير الحلم أيضا إلى سماع الأخبار المفرحة والأنباء السعيدة في حياتها رؤية المتزوجة للدم الكثير وهو يخرج من فمها قد يشير إلى وجود الخلافات والمشكلات مع الزوج وشعور المرأة بعدم الراحة في حياتها الزوجية بينما إذا كان الدم قليلا فقد يشير الحلم إلى مرض أحد أبنائها مرضا يسير ثم تعود إليه عفيته وصحاته رؤية الحامل في المنامل الدم وهو يخرج من فمها قد يشير إلى وجود المشكلات الزوجية في حياة الحامل وتأثرها بتلك المشكلات رؤية المطلقة للدم وهو يخرج من فمها قد يشير إلى وقوعها في المشاكل ومعاناة لمصاعب في الحياة بعد الانفصال وحاجتها إلى تجديد حياتها والتخلص من تلك المشكلات والهموم رؤية الرجل في المنامل الدم وهو يخرج من فمه قد يشير إلى الرزق بالولد والإنجاب وإذا شعر ما هو الحالم بالراحة أما إذا شعر بالتعب والإجهد في الحلم فقد يعني العلم تعرض للبلاء والكرم في واقع الرأي رؤية الحالم في المنام أن الدم يخرج من فم شخص آخر قد يشير إلى أخلاق ذلك الشخص السيئة ونيته غير طيبة ومن ثم فالحالم يجب عليه الحذر منه والتوقي نهاية حلقة اليوم إلا أعجباتكم لا تنسوا اشتركوا جيموت بارتاج والحلقة مع أصحابكم إلى اللقاء في حلقة جديدة إن شاء الله